السلام عليكم ورحمة الله هل ما تم توقيعه اليوم من قضية وقف اطلاق النار في مصطحة الثورة السورية ولا لا بكل واقعية نعم ليش لأن الثورة السورية يا شباب تذكروا عندما كانت في أوجي قوتها وأوجي عنفوانها وأوجي تضحياتها وأوجي انتصاراتها خرج السوريون في جمعة أسموها لا للحوار وعمت في كل أرجاء الأرض السورية وكانوا كمان زودوها أنه كل من يفكر بمحاورة النظام أو بالمفاوضة معه فضلا عن الجلوس معه هو خائن وهذا كلام من لا يعاني من ضعف الذاكرة نذكره فيه فهل في مصطحة الثورة السورية نعم بكل أسف بقول لك ياها ليش لأنه النظام خرج من غرفة العناية المشددة والإنعاش والمنفسة من غرفة العناية المشددة خرج ومن دخل محل الفصائل وأهل الثورة هذه بكل صراحة ووضوح يعني صارت الثورة من موقف قوة إلى موقف ضعف يعني بعد ما كان الثوار والمجاهدون يضربون النظام في كل مدينة في كل قرية في كل قطعة في كل زقاق في كل حي الآن أصبحوا من المهاجمين إلى مرحلة المدافعين بعد كارثة سقوط حلب إلى ما هناك تمام فأنت كون واقعي وقول نحن من حجم الرجل أن يعرف متى يقدم ومتى يحجم لكن الآن السؤال الذي يعني كثير بيشغل باله أنه هل فتح الشام ضمن هذا ضمن هذا الوخف اطلاق النار ولا ليش الناس تسأل لأن يا أخوتنا فتح الشام 95% منهم سوريين واستثناءها يعني شرعنت يعني ضربهم ومشكلة فتح الشام نقاط رباطها منتشرة في كل الشمال السوري يعني من عندك من حلب لأدلب لحماء للجسر للساحل لدركوش لسلقين لكل الأراضي السورية في الشمال فيها نقاط رباط لفتح الشام وهذا اليوم الساعة الصفر ساعة 12 بالليبي بيبعين معنا أنه هل سيتم استثناءها وله لأنه بصراحة التصريحات كله متناقضة يعني ما تم الاتفاق عليه وما تم التصريحات كله متناقض فبكرة بكرة خبر يوم بفلوس بكرة يبقى ببلاش هذه هي نقطة فالآن خلوا الناس تتنفس وخلي الناس ترتاح الآن برد يعني سليماني الله تذوقكم ياها هذه هي نقطة وخلي ويجب على الفصائل أنتوا برهن أنه لقف اطلاق النهر شمدة تبرهن مش عارف هاي شغلته ومش شغلتي أنه ليس سك استسلام للنظام وإنما لمحاولة رص الصفوف لاندماج إنصاري يعني هم سابع المساحلات الكاملة أنا أقصد الكلي وليس الجزئي قضية تحصين الجبهات قضية إعادة يعني الأوراق التي من الممكن أن نلعبوا بها هلا أبو عز الدين والشباب بالممثلين الفصائل للثورة السورية في اللي راحوا أنقرة قالوا يا أخي نحن بما معناه نحن عاجزين حاليا عن إسقاط النظام عسكريا دعونا نحاول بالسياسة لا يوجد مشكلة أعطوهم فرصة دعونا نحاول بالسياسة تمام لكن المسألة هنا أنا من وجهت قناعتي يروح على الأسلطان يشوفوا يا أخي من وجهت نظري يعني أحرار تأخذوه أو لا بس هنا يوجد نظري للمتواضع ما لم يعطيكم النظام بالعسكرة بعد أن كانت سوريا 80% بين إيديكم لا يمكن أن يعطيكم شيء بالسياسة وأنتم سيطرين على 20% من الأراضي السورية أنا أقصد 20% لأن الولايات المتحدة مع أملائها الانفصاليين سيطروا الآن 30% داعش 25% النظام 22% والآن الثوار حوالي من 18% إلى 21% بين الشمال والوسط والجنوب هذه هي نقطة فقضية هذه وقف اطلاق النار كيف ممكن يستغلوا من أجل أن يكونوا انتواقعيين وصارحوا الناس قلوهم يا شباب وأنا اللي شايفهم الحسب ما لديهم معلومات أنه ما في عمل عسكري ضخم للثوار ولا الفصائل ممكن حاليا يعني يعيد للثورة هيبتها وألقها وقوتها حاليا ما في يبدو لي هيك يعني ما في عمل عسكري ضخم كبير وعدونا يوم ويومين وثلاثة واسبوع واسبوعين وشهر وشهرين ولكن ما صار شي عموما فالآن ما في بس أعطوهم فرصة خليهم يجربوا بالسياسة ما عجزوا عن تعقيقه بالعسكر وانظروا لهذا الاتفاق بعين الرضا وليس بعين الصخط ونشوف تمام أنا بس حبيت يعني أحكي على هذا الموضوع وقضيت مثلا أنه هل وقفة لقنا رح يصير فيه اندماج يعني خلاله اندماج أو توحد الفصائل التي يعني نخرتها الخلافات حتى ما بين المعتدلين أنفسهم يعني حنشوف كمان ليش لأن أنا بختم بكلمة وحدة أنه أي اندماج يا شباب أي توحد ما لم يكن عماده هو فصيلين الفصيل الأول حركة حرار الشام 16 ألف مقاتل وجبهة فتح الشام 7 ألف مقاتل عماده هذا العمود على اليمين وهذا العمود على الشمال هو تحالف أو اندماج وتصب يعني ما له قوة فعلية على الأرض السورية بجزء هذا الكلام يعجب بعض الناس بس هذه حقيقة يجب أن لا أحد يعني ينكرها شوما دي توصلوا الاتفاق أنا مش عارف أما يحتوه جبهة فتح الشام أما فتح الشام تحل نفسها أحرار الشام تحل نفسها الفصائل كلها تحل نفسها وصيروا كله مشروع يعني جيش وطني واحد أنا مش عارف هني عقلهم برأسهم بيعرفوا خلاصهم وخلي ما كان هناك إن بقيت فتح الشام أنه تقول والله أنا لن أحل نفسي خلاص وقولولها يا جماعة الخير نحن بصراحة ترى يا أب محمد أي واحد يعني يا أب محمد الجولاني ترى أنت حبيبنا وعلى عيني وراسي ومن هذا القبيل لكن والله انت غلع علينا لكن نحن للأسف ما فينا نتوحد معك لأنه بصراحة نحن خايفين من أمريكا والغرب بيخصفنا خايفين من التصنيف تسيب كما قضية المنهج وما منهج وكل ما اسمه الحكي لا أنا رصا السلفية الجهادية كلها كوارث بكوارث بسبب يعني يعني عقليات اللي قادوها للأسف في شتى الأقطار يعني عموما خير إن شاء الله أنا بس حبيتيني أحكي عن موضوع وقف اطلاق النار وربي يسر يعني الله بارك فيكم السلام عليكم